صفقات أعمال وتعاون بمليارات الدولارات بين مستثمرين وموردين شركات طيران ومكاتب ومؤسسات صفر وسياحة في حدث عالمي رائد من نوعه في المنطقة الشركة الدور الضياف هي شركة رائدة بالصناعة الفندقية في المملكة العربية السعودية ساهمت بشكل كبير جدا في إضافة منتجات فندقية سواء فيما يتعلق بصناعة قطاع الأعمال في مدن كالرياض وجدة من خلال فندق مارت الرياض ومن خلال فنادق أخرى استثمرت فيها الشركة الشركة تتركز الآن بالسياحة الدينية تحديدا من خلال إضافة منتجات فندقية خمس فنادق بمكة وتدار تحت مضلة مجموعة مكارم للضيافة ملتقى الصفر العربي الذي تستضيفه دبي في عام الثاني والعشرين للنمو والرقي بقطاع الصفر والسياحة بمشاركة أكثر من ستون دولة عربية وأجنبية والتي أضافت إلى رحلاتها العديد من الدول قطاع السياحة في الأردن قطاع حيوي وقوي وهو قطاع يرفض الاقتصاد الأردني بالعملات الصعبة والسياحة بالأردن من القدم المملكة الأردنية الهاشمية منطقة سياحية في مقولة تقول في الأردن أنه أينما تذهب تجد موقع سياحي حتى إذا حفرت في الأرض تجد أثار فالأردن عبارة عن كنز أثري الأردن تعتبر ملاذ العرب في الطقس الصيفي رغم وسط ملتهب بالتوترات السياسية من حوله إلا أن الكثير يقصده للسياحة العلاجية إلى جانب بلد الحرمين المملكة العربية السعودية التي تعد بمثابة رحلة العمر للزائرين لقضاء مناسك الحج والعمرة فتكتمل فيه السياحة الدينية على وجه الخصوص تصارعت وتسابقت الشركات لعرض كل ما هو جديد لديها والتي تشكل فروقا واضحة لقطاع الصفر والسياحة حاملة في جعبتها العديد من الفرص التي تعزز من مفهوم هذا القطاع وأهميته أحمد خردلي قناة الليث من ملتقى الصفر العربي دبي